من الإجراء السياسي إلى الإجراء الاقتصادي يحاول المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات إظهار عدم اكتراثه بالمواقف الداخلية والخارجية الرافضة لقراره أحادي الجانب فرض ما أسماها الإدارة الذاتية للجنوب بما تيسر من موظفين يعملون لدى المكاتب التنفيذية والهيئات والمصالح الحكومية في عدن والقريبين أصلاً من المجلس الانتقالي أوعز هذا المجلس لفريقه الاقتصادي مناقشة ما أسماها الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل المؤسسات وتلك المتصلة بالعوائد المادية لهذه المؤسسات وبآلية الرقابة على الإرادات وعمليات الصرف من الحسابات بالبنك تم وضع مصفوفة اقتصادية متكاملة سيتم عرضها للرأي العام خطوات تتمحور حول النفقات التشغيلية التي أرادها المجلس أن تكون المهمة الوحيدة للحكومة الشرعية مقابل إقامتها في عدن وتوازت إجراءات المجلس على المستوى الميداني بمظاهرة محدودة العدد نظمها في عدن وأخرى أقل شأناً في حضر موت لإظهار العمق الشعبي لسلوكه الموصوف بأنه تمرد على السلطة الشرعية وخروج على اتفاق الرياض سلوك الانتقالي يصطدم كل يوم بمواقف محلية ودولية رافضة للإجراءات الأحادية التي أعلن عنها هذا المجلس وأظهرته معزولاً على المستويين الداخلي كما هو على المستوى الخارجي من أرفع منصب أممي جاء هذا الرفض حيث وكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش ضرورة الحفاظ على سلامة المؤسسات اليمنية وتنفيذ اتفاق الرياض وشدد على أنه ما من حل للصراع في اليمن إلا من خلال تسوية سياسية يتم التوصل إليها عبر التفاوض مجدداً تتجه الأنظار إلى الرياض التي يبدو أنها تخوض صراعاً خفياً مع الداعم الأبرز للمجلس الانتقالي وهي الإمارات إذا لم تستطع البيانات ولا التصريحات إخفاء خيبة الأمل الكبيرة التي تسيطر على الموقف السعودي جراء التطور الذي وصفه نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بالمستغرب فيما رأاه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش تعبيراً عن الإحباط من عدم تنفيذ اتفاق الرياض في إحاء صريح بمسؤولية السعودية عن التلكؤ في تنفيذ الاتفاق إحاء كهذا زاد على ما يبدو قائدة التحالف إصراراً على محاصرة ما تراها مغامرة إماراتية خطيرة في الساحة الجنوبية لليمن من شأنها أن تعمق المأزق السعودي على الساحة اليمنية وتشتت مهمة احتواء التداعية الخطيرة للحرب المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات على الموقف السياسي والجيوسياسي والاقتصادي للمملكة